مين فنان كده بنظرتك على الفرقتين انتوقع تقلقه بشكل كبير في المباراة وانا فاهم طبعا ان كل مباراة وليها ظروفها وليه يحصل فيها بسيطة حاسي انه دوت هيبقى ليه دول مهم في المباراة دي بص يعني انا يعني الشحات في الماتشات اللي زي كده بيتقلق بيقد بشكلك وعيس يعني من الزمالك لو الجزير جاهز يعني ممكن يبقى كويس تمام ليه قلت الجزير في الزمالك ملتش وسامة بعلي في الآلي انا نسا ماكملش لسا هتقول تاني هترجع سايل الآلي بالزمالك ايمن انا افتغلت قلت واحدين انا افتغلت اخترت مواجب الزمالك بس مخيرش مواجب الآلي لا انا بأجيب لك اللي ممكن يبقى يعني اثنين ثلاثة من نحادي واثنين ثلاثة من نحادي امام مثلا ممكن من الآلي يعني اعتقد كده الضغوط اللي اعتقد يعني بعد مبارتين لعبهم قدام الزمالك اعتقد الضغوطات يعني دلوقتي ممكن متكونش موجودة يعني عكس اول ماتش امام لعبهم قدام الزمالك كان فيه ضغوطات شكيرة وكان مضغوط شوية ممكن يؤدي بشكل جيد مهارفش يعني شحاته هل ممكن محمد هيكون موجود ولا لا نسمعته مصاب لعب كويس لا جاهز اه لعب كويس امكانيات وقدرات يعني ده ممكن مستقبل مستقبل جيد يعني من وجهة نظري وسام ممكن يتقلق يعني ممكن يسجل عشان خطرة اه عشان خطرة كانت صح عشان خطرة مش حاس ان انت عايز تقولها بست بطلي الله عشان خطرة نعم عشان خطرة كانت واضح ان انت ورضا عندك حاجة مع وسم لا خوالس والله للعكس لأ مش عاجبة كاول هداف والله هداف هداف والله هداف تمام يعني أنا بشوفه هدايفة. يعني البعض في جيب جول. يعني من النوعية اللعيبة اللي بيعرف يجيب جول. أنا بحابش المقارنات من النوع دي بس هسألها لك عشان انت اخترت سيف الأول. انت بنظرتك كمهاجم. وسام ولا سيف؟ سيف الجزيري. وسام أبو علي ولا سيف الجزيري. بص وسام عنده يعني وسام أسرع من سيف شوية. في الثمنتاشر أشرس من سيف شوية. ممكن يبقى سيف بره الثمنتاشر أفضل شوية من وسام أبو علي. انت بتحب الناس اللي اشتغل بره الثمنتاشر؟ الاثنين بالعكس. ايه الفائدة ان اشتغل بره ومشتغلش جوه؟ لا بالعكس. بس بتحب انت اللي عنده حتة زيادة. بالزبط. بص انا بحب راس الحرب يكون شبه مكتمل. مفيش لعب مكتمل في العالم طبعا يعني. بس يبقى قريب للكمال في البوزيشن يعني خليم عصدي. يعني بيعرف اللعب كويس. كورته حلوة. تبص على كورة في الرجل وتحس انها دايما دايما في خطورة. هي من حاجة مش راس الحربة اللي تبصيله والدقلك تاني. وبعدين اطلع يجري. عارفت النظام بتاع زمان اللي كانوا بيدربونا عليه. طبعا. مش ما بحبش ده. لا موجود. موجود وعلى فكرة ومطلوب. يعني في الوقت كتير. يعني اذا اقول لك على حاجة. في الاهلي. الدور بتاع وسام ده هو الاهلي محتاج بوسام في توقيت الحالي. لقالي عنده اتنين طرفين. جمدين جدا. تمام. فبالتالي مفيش فرصة ان وسام برضو حتى لو عنده كورة تعالى يطلع بره ويغير. ما كانوش حتى يعاد ما عندهوش الحتة دي. مش مطلوب في الوقت انحل الحتة دي. ومطلوب واحد في البوكس انه قدر يخلص ويسجل اهداف. وهو بيعرف يعمل الحتة دي كويس. بيعملها كويس. يعملها كويس. عظيم. اشتركوا في القناة